هذا ملاميني لاتي فورميكي يدب عليكم الكتاب تكون لديها الطبقة على برها بالطبقة السباغة تكون عازلة لا تدخل السوائل يدخلوا وسط اللاتي و يكون الثمن دياله تقريبا بين 650-750 درهم للورقة وبالنسبة لاتي ملاميني سوف تحتاج لنفيرني للانسباغة يعني المعلم ياخذ الورقة جاهزة و يخدملك بها في البلاصة اللي بغيتي يعني ما كتحتاج لنفيرني للانسباغة بطابعة الحال فيها الأشكال والألوان متعددة فيها اللون في الرمادي اللون ديال الشين اللون المغلوق ديال النوية وأيضا فيها ديالي كتكون ملساء كتكون رطباء و فيها النوع اللي كيكون فيها دك النوتوآت يعني هذا الرمج هذا كيكون محفر مني كتدو زيدك عليه كتلقاه مشي رطب يعني كتلقاه حرش أما بالنسبة للاطا فورميكا خذكم تردو البال وميديرابيكم تتواحد هراح كتكون وحد الورقة ديال الفورميكا كتكون لاصقة فوق هذك اللاطيه يعني كيبان هكا السومك دياله رح باين ما شي بحل هاد الميلاميني هاد الميلاميني كتكون بحل طبقة ديال السباغة يعني مني مكيكونش عندك هداك البونط في الجناب ديال اللاطيار انت كتشوفها يعني مني كتكون هاد طبقة ديال الميلاميني تبقى المعزولة تحديث فرمكا تبقى في الجوسة ترى الطبقة محطوطة في الجوسة وصراحة الجودة ممتازة بالمقارنة مع الجوسة أو الجوسة ممتازة ولكن تبقى بجوة المشاهدة من المنزل ونجد ألوان محدودة ونجد خدماتهم متميزة يمتلك فورميكا ويأخذ اللاطي العادي ويأخذ اللاطي العادي يلسق فورميكا فوق اللاطية ومن يقوم بها في محالات بطبيعة الحال، هذه المهمة صعبة تأخذ الوقت ويأخذ اليد العاملة ويأخذ المعلم يكون ملف بها ويأخذ التطبيق لا يمكنك تحقيق هذه العملية ويأخذ العملية في هذه المشاكل سوف يتعلق بكثير ويأخذ المشاكل يكفي من التطبيق ويأخذ المعلم ويأخذ عادي ويأخذ اللون كتابة التحضير نضيف الملائة تصوير الملائة لا تكون ملائة الملائة فهناك تحتاج الملائة تحتاج الملائة أن تحضر الملائة و يجب عليك كتابة التخدام لدينا البيض اللي حتى هو كيجي جاهز من الشركة يعني المعلم كيخدم به مباشرة والأغلبية المعلم كيخدموه في الصندوق سواء ديال البلاكارات ديال غرف النوم أو كيخدموه في صندق ديال المطابق بالنسبة هذا اللاطي هذا الأبيض حتى هو فيه جودات مختلفة كين النوع للجودة دياله مزيانة وكين النوع اللي ناقص في الجودة بزف رهما شي كاملين كيف كيف لهذا دائما كنقلبه على المعلم تيقى اللي غادي يخدم منه بسلعة مزيانة حتى هو فيه النوع اللي رخيص والنوع اللي كيكون زايد في التعمل وحتى هو فيه النوع اللي رديء والنوع اللي كيكون جيد الأخوة ردوا البل معايا مزيان واحد النقطة غادي نشير ليلا بالنسبة الناس اللي بغين يخدموا اللاطي في المنزل ديالهم سواء نفس صندق ديال المطبخ ديالهم سواء نفس غرف النوم أو لفأي بلاسة بغيسوا تديروا فيها اللاطي وبغيسوا تتعاملوا مع المعلم ولكن ما تساقينش بأنه غادي دير لكم جودة مزيانة ديال اللاطي غادي تطلبوا من المعلم ديالكم إما تمشيوا عندو اللاطولي تشوفوا السلعة اللي غادي يخدم لكم بيها وتشوفوها قبل ما يدير لها هاد لي بوند اللي كيكونوا في الجنب هاد السينتات اللي كيلسقوهم في الجنب قبل ما يلسقها المعلم تشوفوا اللاطي اللي غادي يخدم لكم به في اللاطولي ديالو ولكن إذا كان بإيد عليكم أو لنتو مبعدو ما يمكنش تمشيوا عندو ماشي مشكل غا تطلبوا منو واحد صندوق اولاجوج يجيبهم وهو ما دايرلو مش هادك لابوند يعني ما يكونش داير هادك السينتات يعني ما مغطيهمش باش شوفوا النوئية ديال اللاطي اللي خدم لكم بها هكا كتكون زيانة وحتى بالنسبة للمعلم اللي كيخدم زيان وكيخدم بسلعة مزيانة حتى هو كيكون مرتاح يعني كيديلك الليان كيقول له ها هي سلعة او لها هو اللاطي اللي خدمت لك به باش انت كتشوف هادك اللاطي حي تلمش اغطاه بهالطريقة هادي يعني دار له هاد لابوند ارا ما غادي تعرف والو ما غادي تعرفش هادك اللاطي واش مزيان او للا منعيس الدو من هنا اولا لكن اذا ما كانش مسدود انت غا تشوف هادك اللاطي من داخل هادك اللاطي اذا كان معمرا زيان وما كانش الفراغات بين خشبة وخشبة حي تكيكون معمرا بالخشب هادك الخشب لاصق مع بعدياته ارا كان سبق لي واحد الفيديو حطيته في القناة وكنت صورت لكم هاد الانواع ديال اللاطي وصورت لكم تا من داخل ما مغطيشي صورت لكم كيفاش كيكون يعني هادك الخشب اللي من داخل اذا كان لاصق مع بعدياته ومنفرقش وممسووش شي من داخل ارا غادي بلك يعني انت غير عتشوف جنب دياله ارا غادي تعرف الفرق بين اللاطي اللي مزيان واللي معمرا مزيان من داخل وبين النوع اللي جودة دياله سيئة المهمون اخوان هادو بعض طرق لانسان باش يشوف سلع اللي في الصراحة غراه التقيق بيننا الكليونو المعلم اهم حاجة لان المعلم الى ما كانش كيخاف الله ومتاقي الله وكيخدم يعني بضامير اراه يغشك يغشك باش نكونوا واضحين يعني عندو الاساليب ديالو تقنية ديالو باش يغشك وما تعقش في اللول حتى الاخر عادتاق ما باش نكونوا واضحين يعني خص الضامير المعلم يكون حي والناس اللي تتعاملوا معهم يكونوا تيقة وبقاس واحد النقطة مهمة كتتعلق باللاطي هيدروفيج بزاف ديال الاخوان كيسولوا عليه واش كينا ولا ما كيناش واش كينا في المغرب نعم كينا اللاطي هيدروفيج اللي كتكون فيه واحد المادة اللي كتكون عازلة للماء ما كتخليش هدك الماء يدخل وسط هدك اللاطي ويأتر عليه بالنسبة اللاطي هيدروفيش المشكل ديالو انه كيكون قليل ربما يتوجد في مدينة الدار البيضاء ولا كي في موضوع اخرى صعيب على الحرفيين انهم يلقاوه وايضا التامان ديالو كيكون زايد على اللاطي العادي يعني حتى انتا هتكون تكلوفة ديال لمطبخ ديالك زايدة في التامان غير باش نكونوا واضحين زيد الماء زيد دقيق الحصول على الدقيق بالنسبة اللاطي اللي كتشوفو معاي حتى هو راتي ميلامي يعني ما يحتاج الى فيرني ما يحتاج الى السباغة حتى هوARS وحتى هو وليس يعني ما ش有點 الحرش بنسبة ه المنوع هذا اليال Data Milamений هذا حتى اليال الشين اللون ديالو ديالشين الرماج ديالو ديالشين وهذا أحسن بكتير من نوع اللو ولي صوّر؟ الجودة ديالو صفقت أحسن بكتير من الجودة هده النو هده هده يجب أن يكون هناك شفار كبير في الثامن ولكن الجودة التي أردتكم قبل لاتي ميلا مينيشان يجب أن يكون الجودة على هذا النوع يجب أن تكونوا على ذلك